فإن الحج ركن من أركان دين الإسلام وقد أمر الله جل وعلا به في كتابه كما قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وكان لفرض هذا الواجب العظيم عدد من المقاصد التي شاهدها الشرع وراعاها في هذه الفريضة العظيمة وأنت أشرت إلى أحد هذه المقاصد كما ورد في حديث جابر قال فلبى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد وفي الآية السابقة قال ولله على الناس حج البيت أشار إلى أن هذا واجب على العبد لخالقه وربه سبحانه وتعالى فقال ولله مما يجعلك تستشعر معنى إفراد الله عز وجل بالعبودية فأول هذه الأشياء ما يتعلق بالنية يذهب الإنسان من بلده قاصدا ماذا يقصد عبودية الله جل وعلا يريد أن يتوجه إلى بيت رب العزة والجلال وبالتالي كان مقصده أن يطيع رب العزة والجلال في هذا شبكة المجد القنوات الآمنة للأسرة